اليوم منتوجه لأهلنا بالبقعة الغربي ورشاية بالشكر وتمنيات كتير كبيرة للحضور الكبيرة اليوم للتهانة ومنشكرهم من قلبنا وإن شاء الله نكون عقد المسؤولية نحن الشغل اللي محضرين للبقعة الغربي ورشاية شغل كتير كبير بيبلش من بحارة الإرعون وتلوصها الكتير كبير يلي هي لازم تتحول لمنجم ذهب سياحي لأهل البقعة الغربي ورشاية لسهل البقعة يلي ما قلوا رزنامة زراعية ويلي عم بيعاني ما يعانيه من شماندر سكري اللي كان ينزرع يتحول لسكر بمعمل السكر وهيدا شي نفقت وإذا ما بدنا نروح لإنتاج السكر أو الزراعات البديلة بدوا يتم تنظيم هيدا الموضوع مع وزير الزراعة وغيره وعندنا بدنا نركز على جبل الشيخ والسياحة الممكن يجيبها لمنطقة رشاية وأهلنا برشاية هاي المنطقة معدومة من مقاومات البقاء وصعوبة البقاء فيها كتير كبير شغلنا اليوم وتركيزنا أنه نجيب الدولة على هاي المنطقة نجيب الدولة بقوة طعنا بأهله ومش بس العالم تنتكل على الطاقة الاخترابية بدنا ننتكل على الطاقة الاخترابية لإنماء وبناء كورونا عن جديد وإن شاء الله الأيام الجاية تكون كلها أيام شغل وعمل مع أنه كلنا بنعرف أنه الحالة الاقتصادية رايحة لتدهور كتير كبير من شان هيك بدنا نشد العصب على بعضنا بدنا نشتغل أكتر وأكتر لأن المطلوب مننا كتير لأن الله رات بهالأيام الجاية والمسؤولية كتير كبيرة وما منقدر ننجح فيها إلا بالتفاف أهلنا حول بعضنا ترجمة نانسي قنقر